بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضيعا ونتابع الكلام في غضبه صلى الله عليه وسلم لله تعالى وشدته لأمر الله تعالى يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد كما في الصحيحين وذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها والوخامة كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد ومن ذلك غضبه من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو قال حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها أي يصلي نافلة فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم أي بل صلى تلك النافلة في بيته فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم أي صلاة النافلة فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أي المفروضة قال الحافظ في الفتح والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم لكونه مجتمع بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لألا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك والحمد لله رب العالمين